الصين تنفي صحة ما تردد بشأن منعها فريق خبراء منظمة الصحة العالمية من زيارتها للتحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا الجديد مؤكدة أن المشاورات ما زالت قائمة بشأن ترتيبات هذه الزيارة جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هاواتشون يينغ خلال لقاء صحفي تعليقا على تقارير صحفية تحدثت عن منع السلطات الصينية وصول بعثة منظمة الصحة العالمية إلى أراضيها حيث لم تمنحهم تأشيرة الدخول إليها وأن المدير العمل المنظم أعرب عن إحباطه حويا لا ذلك وقالت المتحدثة إن القضية ليست مجرد مسألة تأشير مبرزة أن الوضع الوبائي ما يزال صعبا وهناك حالات تفشي محدودة في مناطق بالصين وأن الصين ومنظمة الصحة العالمية ما تزالان تجريان مشاورات لضمان إحراز تقدم سلس في زيارة فريق الخبراء التابع لمنظمة الصحة العالمية إلى الصين